اعزائي متابعي قناتي كل جديد حول العالم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انشر الى حضراتكم في هذا الفيديو اول صورة للعملات فئة العشرين جنيه والعشر جنيهات المصرية وهي العملة الجديدة البلاستيكية التي من المقرر اصدارها في نوفمبر المقبل الفين واحد وعشرين اهلا بحضراتكم في قناتي كل جديد حول العالم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اول صور للعملة فئة العشرين جنيه والعشر جنيهات المصرية وهي العملات الجديدة المقرر اصدارها في نوفمبر المقبل الفين واحد وعشرين من المطبع الجديدة للبنك المركزي المصري بالعاصمة الادارية الجديدة حيث سيتم طباعة فئات النقد المصرية فئة العشر جنيهات والعشرين جنيها من مادة البوليمر المعروفة اعلاميا بالنقود البلاستيكية اكدت بعض المصادر ان انتاج فئات النقد الجديدة ستتم باحدث خطوط انتاج العملات في العالم وبمواصفات تأمين هي الاحدث على المستوى الدولي مؤكدة ان الفئات الجديدة عشر جنيهات وعشرين جنيها سيتم تداولها جنبا الى جنب مع فئات النقد السارية في الوقت الحالي وكان اليوم السابع انفرض بخبر انتاج فئات النقد المصرية الجديدة في صورة بوليمر حيث سوف يتم باحدث خطوط انتاج البنك نوت المطبقة في العالم تتميز النقود البلاستيكية بالمرونة وبالقوة والسمك الاقل والتي تطيح عمرا افتراضيا اطول يسل الى خمس اضعاف عمر الفئة الورقية المصنوعة من القطن وهي المتدولة في الوقت الحالي الى جانب انها مقاومة للماء واقل في درجة تأثرها بالاتربة وهذه العملات صديقة للبيئة وزات قابلية اقل كثيرا جدا في التلوص مقارنة بفئات النقد الورقية المتداولة في الوقت الحالي بالاضافة ايضا الى صعوبة تزييف العملة الجديدة او تزويرها ارجو ان يكون الفيديو قد افتح حضراتكم بمعلومة وان شاء الله نلتقي في فيديوهات قادمة باذن الله اترككم جميعا في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا على المشاهدة ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة